أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بصورة تدريجية وخلال جولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف أشار مدبولي إلى مضي الدولة المصرية قدما وبخطى حفيثة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات لافتا إلى أن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية ترتكز على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص هذا وشملت جولة مدبولي تفقد مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي موجها بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات